معركة وجود أليمة جداً بالنسبة للجمهورية الفرنسية التي الآن تؤدي ثمن غطرستها وتعاملها المشؤوم مع الدول الإفريقية واستغلالها لكل الثروات التي فتحت أمامها الثروات طبيعية الحال تتحدث هنا عن الثروات طبيعية واستعملت ذلك بكثير من قلة الحياء واليوم أعتقد بأن الأزمة الداخلية للجمهورية الفرنسية دفعت ماكرون ليبحث لنفسه عن موطئ قدم في هذه القارة التي تلعب فيها المملكة المغربية دوراً طلائعياً وكذلك روسيا وكذلك الصين وكذلك إسرائيل هذه كلها قوى موجودة اليوم في إفريقيا ولكن لا أعتقد بأن المملكة الجمهورية الفرنسية قد لها حد في هذه العملية